هذه مشاعر عرفات هذه لوحة تعريفية طبعا أنت هنا وهذه التوزيعات الكاملة لعرفة المخيمات والشوارع والطرق نشوف الألوان والدول ونشوف العلامات هذه هذه يسمونها عنوان الخريطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومتابعين الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من مشعر عرفات مشعر عرفة من الأماكن المميزة والمفضلة لدي في تغطياتها وفي الأوقات التي أعيشها في مشعر عرفة اتذكرنا بأيام الحج ويوم الحج الأعظم الناس تقف في هذا الجبل وفي هذه الساحات وتملأ هذه الطرقات نشاهد الجميع يدعو في هذا المكان ويستغفر ويسبح ويهلل ويكبر مكان جميل عندما يمتلع بالناس وعندما يمتلع بالحجاج فقط في يوم واحد يمتلع هذا المكان ثم يعود لما كان عليه طبعا تغطيتنا الآن من مشعر عرفة وبإذن الله راح ننتقل معكم إلى مشعر مزدلفة عن طريق هذا الممر طبعا أغلب الحجاج بعد ما ينتهون من من مشعر عرفة وعند النفرة يتجهون من هذا الطريق ماشيا للي يحب يمشي تقريبا هذا سوق العرب طريق المشا فراح نسلك هذا الطريق بإذن الله طبعا اتجاه القبلة على نفس الاتجاه هذا طبعا هذا مستشفى جبل الرحمة الآن نشوف الزوار في أعلى جبل الرحمة وهذه عين زبيدة وسبقا مغطيناها طبعا الآن متجهين إلى مشعر مزدلفة وهذه نهاية عرفات ولازلنا متجهين في الممر المخصص للمشا طريق المشا ما شاء الله نشوف دورات المياه على اليمين وعلى اليسار هذا طريق مشا وعلى يسارنا كمان طريق المشا هذه فقط مخصصة للمشا السيارات ممنوع دخولها من هذا المكان طبعا وقت الحج ممنوع دخولها من هذا المكان هذا طريق المشا يودينا على مشعر مزدلفة على الزمرات تقريبا المسافة بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفة تقريبا 5 كيلو ما شاء الله يمتلع هذا الممشا بالفجاج المتوجهين أو بعد نقراتهم من مشعر عرفة نشوف هذه الطرق مليئة بالحجاج مزدلفة 4 كيلو متر من 7 كيلو متر الجمرات 11 كيلو متر يعني من مشعر عرفة إلى أو من جبل الرحمة إلى الجمرات تقريبا 13 كيلو متر 13 إلى 15 كيلو تقريبا تخيلين يوم عرف كيف أعداد الفجاج اللي هنا من جبل صراحة وخصوصا وقت الغروب ولما تشوف الناس اللي جالس اللي يمشي اللي ما شاء الله شعور لا يوصل ما راح يعرف اللي حجو جلس فيه عرفا يوم الحج همشي الصورة تكون واضحة من الاحتجازات ولا يا الله ممشى جميل طبعا راح يواصل بهذا الطريق ولا فيه ممشى ثاني على اليسار ممكن أنه أفضل الحين ثلاث مسارات ما أدري من المسار الأفضل ما شاء الله الآن فيه ثلاث مسار واحد وعلى اليسار الثاني وبعده فيه مسار ثالث كلها مسارات مخصصة للمشاهد طبعا الجلسات العصرية وتكون ممتعة في هذا المكان يعني متنفس لأهل مكة هذه الأماكن متنفس لأهل مكة والله ما أدري إن شاء الله الصورة واضحة طبعا في العادة اللي يمشون يوصلون مثلا مع زحمة الناس واللي بعد ما يحركون من بعد ما ينفرون من عرفة بعد غروب الشمس تقريبا يوصلون مزدلفة على الساعة عشرة حداعش هذا اللي ما شاء الله سريع في المشي طبعا خلاص الآن وصلنا تقريبا بداية عرفة بداية مزدلفة المبنى اللي على اليسار مبنى الإذاعة والتلفزيون دائما ينقلون اللي حدث من هذا المبنى على اليسار قطار المشاعر مزدلفة واحد نشوف نشوف الآن القطار قطار المشاعر أو مبنى قطار المشاعر مزدلفة واحد اللي ينزل هنا في مزدلفة واحد أو الموقف الثاني اللي أمامنا الآن مزدلفة اثنين ومزدلفة ثلاثة ونشوف ساعة مكة أمامنا باتجاه الكبلة هنا طريق المشاعر طبعا في عدة طرق ما أدري أخذ يمين أو يسار طريق المشاعر طيب ناخذ نعم بعض الأحيان نتعب في التصوير وفي الأخير يجي التصوير مواضح لكن إذا كان بعد المنتاج سأرى بس أمش إذا كان طلع يعني كيس وزي كده فحاولوا تدعمونا أقل شي باللايك بالاشتراك هذا مسجد المشعر الحرام بمزدلفة مسجد المشعر الحرام بمزدلفة هذا هو تحصل على هذا مسجد زحمة و يعني هذه الشاحات كلها تكون مجحومة بالنسب شوفوا هذه الأماكن كلها تكون مجحومة يوم ليلة ليلة التاسع منذ الحجة طبعا شعور شعور لا يوصف شعور لا يوصف إلا من كان هنا في أيام الحج طريق الجوهرة على اليمين طريق الملك فيصل على اليسار كلها تؤدي إلى مشعر ميناء ما أدري نوصل لمشعر ميناء لا نوصل في لا لا يتقفل الطريق من هنا فنعتذر لكم راح تكون نهاية تغطيتنا في هذا المكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبإذن الله من مشعر ميناء راح يتم تغطيتها في وقت لاحق أخذنا جولة سريعة في مشعر عرفة وأخذنا جولة كذلك سريعة في طريق المشاة أتمنى أنها كانت واضحة و كذلك أخذنا جولة في مشعر مزدلفة وتعرفنا على الأماكن وأماكن تواجد الحجاج والطريق المؤدي بين عرقة ومزدلفة أتمنى أتمنى يكون لي الشرف في أن أكون حج هذا العام متواجد في هذه الأماكن وبين لا راح يكون تغطيتها تغطية أفضل و نشاهد الحدث جميعا مباشرة طريق المشاه إلى منا طبعا الآن متوجهين إلى الدائر الرابع وتكون نهاية جولتنا ما شاء والله صورة جميلة نشوف الآن طبعا الآن أمامنا مواقف أو مبنى قطار المشاعر مزدلفة ثلاثة هذا الطريق يودينا على منا ولكن راح نأخذ يمين باتجاه الدائر الرابع باتجاه بطحة قريش والشوقية العزيزية يمين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما قلنا لكم لا تنسونا من تعليقاتكم الجميلة واقتراحاتكم وكذلك اللايك أهم شيء اللايك واللي ما هم يشترك يشترك تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن نكون وفقنا في هذه التغطية ونعدكم بالمزيد والأفضل